جائزة أفضل مقاولة شاب بجهة الشرق برسم العام 2018 التي تمنحها جمعية إنجاز المغرب لتكريس روح المقاولة لدى تلاميذ ثانويات تعود إلى مقاولين ناشئين بثانوية حسان بن ثابت في زيو إقليم النظور عن مقاولتهم الشاب زيد إيكال وتتمثل زيد إيكال الفائزة بهذه الجائزة التي منحتها جمعية إنجاز المغرب في إطار دورة 2018 للمسابقات الجهوية لأفضل مقاولة شابة الجهة الشرقية خلال نهائيات المسابقة الوطنية لأفضل مقاولة شابة للعام 2018 التي ستنظم في شتنبر المقبل بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء الهدف من هذا المسابقة والهدف من البرنامج كومباني بروغرام هو تنمية روح المقاولة وروح المبادرة عن الشباب والهدف ديال هاد المسابقة هو أنه نحتفلوا بهم بالخدمة اللي دارون على طيلة هات السنة وباش إن شاء الله يمثلوا جهة ديالهم في الكمبيتسون ناسيونال اللي موراها غتكون إن شاء الله كمبيتسون غيجونال مع 14 دولة العربية في إنجاز العرب واللي غي يقدموا فيها ولي غي يمثلوا فيها إن شاء الله المغرب إلى ذلك جرى تكوين 170 شابا من جهة الشرق في إطار هذا البرنامج الذي أنجز عبر شركة مع منظمة اليونساف في إطار مشروع فرصة للجميع الذي تدعمه وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية بكندا